مشاهدين أهلا بكم مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ في الفترة من العاشر إلى ثالث عشر من يناير الحالي انطلقت ورش العمل التحضيرية للمنتدى في نسخته الرابعة تزامنا مع وصول الوفود المشاركة ورش العمل التحضيرية تصلت ضوء على آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030 ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة ومنظور شباب الجيل زد لعالم ما بعد الجائحة ومستقبل القرى الأفريقية في ضوء أجندة عام 2063 كما تناقش الورش التحضيرية تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة والريادة العمال وتعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية ومن الموضوعات التي تناقشها الورش التحضيرية ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان حياة كريمة بالإضافة لإجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان فيما يجتمع الرواد الأعمال الشباب والمستثمرون من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب في ورشة تحضيرية أخرى كانت إدارة المنتدى أعلنت عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى يوم الجمعة السابع من يناير الحالي إلى شرم الشيخ حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم إدارة المنتدى كانت حريصة على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية فضلاً عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة والمتفوقين علمياً وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة مشاهدين كان هذا عرضنا الموجز لأهم ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وذات انطلقت قبيل الانطلاق الفعلي للمنتدى في العاشر من الشهر الحالي شكراً لكم على طيب المتابعة شكراً لكم على طيب المتابعة